ده الموضوع التاني الموضوع التالت وده للأسف يعني أنا على المستوى الشخصي كنت مستأ جدا أن يخرج مسؤول يتحدث عن فكرة دور أبطال إفريقيا ودور السوبر الإفريقي ويقول قد تصريح رسمي من مسؤول في التحاد الكرة هو تحديدا الأستاذ عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات وعدو التحاد الكرة وعدو الربطة سابقا واتكلم قال أن النادي اللي هيشارك في دور السوبر مش هيلعف في دور الأبطال هل فيه بند بيقول كده؟ لا هل فيه اجتماع تم ما بين الاتحاد الإفريقي والشركة الإيطالية المسؤولة عن تنظيم دور السوبر قالت كده؟ لا هل فيه ليحة عند حضرتك بتقول كده؟ لا هل دور السوبر عدد مبارياته بتوازي مباريات دور أبطال إفريقيا فاللي هيلعب في البطلتين مش هيلعب دوري محلي فأنت عشان كده قلت كده؟ برضو لا يعني كل الأسئلة اللي طرحتها دي لو قدامه الورق مش هيطلع يصرح كده أنا قدامي الورق وشفت الورق الورق بيقول إيه؟ واحد أجندة الاتحاد الإفريقي الكاف ستراعي في الموعيد مباريات دور أبطال إفريقيا وكاس الكونفيدرالية مع دور السوبر الإفريقي إذن لا يوجد هناك أي تعارض في الموعيد ما بين المسابقات الإفريقية ده رقم واحد أنا بقول معلومة مش بقول وجهة نظر ليه؟ لأن الورق معايا وعارف إيه اللي تم في دور السوبر وانتابعه من دي وان من أول يوم طب اتنين نظام المسابقة هل دور السوبر عدد مباريات وممكن تكون 14 مباراة زي ما البعض اجتهد وقال إنبارح عدد مباريات كتير؟ إطلاقاً دور السوبر في النسخة الأولى إذا وصلت النهائي لن تلعب سوى 6 مباريات فقط 6 مباريات طب دور أبطال إفريقيا هل الموسم المقبل هيقام بنفس الإطار اللي بتتلعب بيه دلوقتي دور مجموعات ثم كوارتر فاينال والسيمي فاينال والفاينال لا تبقى للنظام المعد من الاتحاد الإفريقي دور أبطال إفريقيا هيتغير من أغسطس المقبل يحصل تعديل أو ما يحصلش تعديل أقول لك الورق الموجود قدامي دلوقتي دور أبطال إفريقيا هيتغير نظامه من أغسطس المقبل يعني معنى كده ايه؟ هلعب في دور مجموعات؟ لا أطلق هتبدأ من دور التمهيدي دور ال program 64 لغاية المباراة النهائية بنظام النبرة خروج المغلوبة على طول طيب الاندال هتلعب في دور السوبر هل هتبدأ من أول دور ال 64؟ لا خ factor المفاجأة الثانية في اتجاه ان الاندال هتلعب في دور السوبر تبدأ من دور ال 16 يعني هتلعب مبارتين دور ال 16 مبارتين دور 8 مبارتين سيمي فاينل مبارتين فاينل يعني نتكلم في أقس عدد قد إيه؟ 8 ماتشاط يعني 8 ماتشاط دوري أبطال و 6 ماتشاط دوري السوبر يبقى عدد المباراة قد إيه؟ 14 مباراة طيب إحنا دلوقتي بنلعب دور أبطال إفريقيا كم مباراة؟ 13 مباراة لو الفاينال مباراة واحدة و 14 مباراة لو الفاينال ذهاب وعودة هل فيه اختلاف؟ لا مفيش اختلاف يبقى إذن إنت لو عندك معلومة أجندة الكاف مش هتقول كده لو هتعرف نظام المسابقات مش هتقول كده طيب التعارض قلت في الأجندة وما فيش تعارض الحاجة التالتة والأهم أنا بطل الدوري المصري تبقى للليحة ألعب دوري أبطال إفريقيا واختياري في دور السوبر ليس اختيار حضرتك كاتحاد محلي ولا اختيار الاتحاد الإفريقي ده اختيار الشركة الإيطالية المسؤولة عن تنظيم دور السوبر إذن لما يجي لك الورق ولما تعرف مين له يشارك وتعرف نظام المسابقات وقتها ابدأ اتكلم لكن تطلع تصدر مشكلة وتقول معلومات وحضرتك مش قال الورق ده لا يصح ولا يصح إلا صحيح بالإضافة لده وآخر حاجة مجموعة جوائز دور السوبر في النسخة الأولى 25 مليون دولار حضرتك كاتحاد وطني لما الأهل يشارك ممثلا عن مصر حضرتك كاتحاد هتاخد مليون دولار نظر هذه المشاركة يبقى بالتالي لما تمنع نادي الشركة الإيطالية أو الاتحاد الدولي بيختاروا للمشاركة انت بتبعد أو بتلغي مليون دولار للاتحاد الوطني وستة مليون دولار للنادي المصر اللي ممكن يوصل فينال ويفوز بالبطولة وده عملة صعبة ممكن تبقى إضافة خلال الفترة الجاية للقرى المصرية وللاقتصاد الوطني أو الاقتصاد الرياضي في مصر هكتفي بهذا القدر لكن في حلقات جاية هنبدأ نطلع الورق والليحة ونظام المسابقات عشان الناس تعرف الحقيقة فين بالزبط ترجمة نانسي قنقر